أين يضع المصلي بصرة؟ هل في موضع سجوده أو أمام قبلته أو في أي مكان يكون البصر؟ هل هناك تحديد من جهة الشارع في مكان وضع البصر؟ هذه المسألة كسابقتها ليس هناك نص صريح صحيح في موضع بصر المصلي الذي جاءت به النصوص أن لا يرفع المصلي بصره إلى السماء وهذا محرم لكن أين يضع في موضع سجوده أو في موضع قدميه أو في موضع قبلته ليس هناك نص صريح وإنما يرجع هذا إلى ما يحفظ للمصلي صلاته وأن يستجمع قلبه فإن البصر إذا نظر تبعه القلب وانشغل القلب بما ينشغل به البصر فيحفظ بصره سواء كان في موضع سجوده أو موضع رجليه أو موضع قبلته المهم أن لا يطلق البصر فيما يشوش عليه في صلاته